السلام عليكم و اهلا بكم هل نقدر نعتبر ان دي رسالة بيوجهها رئيس التركي راجب طيب اردران للمملكة العربية السعودية والدولة الامارات العربية المتحدة اذا كانت رسالة فايه هو مضمون الرسالة دي ويطرق قيام رئيس اردران بالاجتماع مع مجموعة من اكتر المشايخ ما بين قسين تطرفا وتكفيرا لحكام السعودية ومصر والامارات له علاقة بالغاء رئيس السيسي لرحلته التركية اواخر الشهر اللي فات في الوقت اللي مصاري المصالحة المصرية التركية فيه بيصير ببطء شديد بسبب طلبات مصرية بيرفض رئيس اردران تنفذها او بيماطل في تنفذها والطلبات دي خلوها او خلوا تحتها كمخطة لانها مهمة وفي الوقت نفسه اللي مصاري المصالحة السعودية الاماراتية مع تركيا وصل لمراحل متقدمة جدا على اكتر من مستوى وخصوصا بعد حصول رئيس اردران على دفعات استثمارية قوية جدا من السعودية ومن الامارات علشان كده اعتقد انه من الصادم انه بعد التطور ده في العلاقات مع السعودية والامارات نلاقي رئيس اردران بيجتمع مع وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي رعاية تركيا له هو الاعضاء وتمويل قطر له هو احد اسباب تأخر المصالحة المصرية التركية لحد دلوقتي عارف انه لو كان الاتحاد ده مثلا اعضاءه بيهاجموا مصر بس وبيكفروا حاكمها بس كنت قلت كده خلاص بانت السعودية والامارات باعوا مصر وزبطوا امورهم مع تركيا بس كل الناس اللي اردران قابلهم دول من اشد الكارهين للسعودية والامارات بالاضافة لمصر حتى بعد المصالحة المزعومة مع قطر اللي بيتمويلهم ومع تركيا اللي بتقوي بعضهم من الواضح ان في لعبة جديدة من اردران فهل هي فعلا لعبة ولا هي كانت حفلة وداع تداري على عملية طردهم من تركيا زي ما كتب كتير من الاخوة السعوديين والمصريين والاماراتيين على منصات التواصل الاجتماعي بس على فكرة في ناس اجتمعوا مع اردران مش مقيمين اصلا في تركيا علشان تكون حفلة وداع زي ما الناس دي قالت زي مثلا على سبيل المثال للحصر محمد بغتار الشنقيت فاكرين من شوية لما قلت لكم حطوا تحت المطالب المصرية دي شوية خطوط لان الاتحاد ده واحتضان تركيا له يعتبر احد اسباب بطء التقدم في العلاقات المصرية التركية برغم عودة الصفر على فكرة الاجتماع مع الوافد ده مش حاجة بسيطة وفيها رسائل خطيرة جدا لازم نفهمها انا شخصيا اعدت تلات ايام احاول افهم الموضوع وابعاده وقرى من الشرق ومن الغرب علشان حاول افهم المغزى من الاجتماع ده وفي النهاية حتى وانا بعمل اعداد للحلقة دي لا ادعي ان نفهمها علشان نفهم خطورة اجتماع رئيس اردوغان بوافد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وازاي دي رسالة سلبية منه باتجاه السعودية والامارات تحديدا قبل مصر حتى فلازم نفهم طبيعة الاتحاد ده في الاول الاتحاد ده بيضم مشايخ محردين على الثورات ضد الحكام العرب وكان له دور كبير في التهجم على السعودية والامارات والتحريد عليهم وتشويهم ايام المواطعة اغلب اعضاءه بينتموا للطيارات اللي بتؤمن بتكفير حكام العرب ومنهم اللي كفر حكام السعودية والامارات ومصر بطبيعة الحال اساس نشأة الاتحاد ده بقى بالاساس بترجع لنشأة سياسية انشأته قطر علشان يكون منظمة بديلة لرابطة العالم الاسلامي اللي بتقودها السعودية وعلشان يضم تحت مظلته الشيوخ اصحاب منهج الاسلام السياسي المعادين تحديدا لمصر والسعودية والامارات وبالمرة بقى الدول العربية علشان يكونوا مظلة دينية لتنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد اللي اساسه التثوير وتكفير الحكام واسقاط الدول واولها مصر والسعودية وعلشان كده بيحصل التحاد ده بدعم مالي قطري وباحتضان تركي ملموس الاحتضان التركي وهنا بقى النقطة المهمة قوي الاحتضان التركي ده مش جاي من فراغ ابدا لا ابدا لانه مشايخ الاتحاد ده بنجاحهم في تثوير الشعوب حتبقى دولهم هشة ضعيفة قبل للتدخل التركي وده شفنا نمازج منه في دول زي ليبيا وزي سوريا علشان كده الاتحاد ده بتلاقي اجتماعاته وبياناته وليها طابع سياسي معادي للسعودية والمصر بالذات لان دول اهم دولتين مطلوب اسقطهم علشان يقدر التركي يتدخل ويبسط سيطان الغريب بقى يا فندم انه برغم من المصالحة التركية مع السعودية والامارات وبرغم من تبادل تركية للتمثيل الدبلوماسي على اعلى مستوى مع مصر اللي هو على مستوى السفراء اللي ان رئيس التركي اجتمع معهم وتقالي ان الاجتماع ده متعلق بشكاول معاملة العنصرية اللي بيتلقاها اللاجئين العرب والزوار العرب في تركيا ده اللي اعلنه محمد السرير احد اكبر دعاة القتل والدم والتكفير وهو كان حاضر الاجتماع ده ولكن ده المعلن وبغض النظر عن اللي مش معلن عنه بقى بتفضل غمزية اجتماع رئيس اردوغان معاهم عليها علامات استفهام بس تعالوا الاول كده ناخد لقطة للشيخ محمد السهيغ علشان نعرف ماذا قواهي العقلية علشان نعرف اذا كنا ممكن نصدق كلامه ولا ماذا وكلمة شيخ الاسلام بن تيميا رحمه الله توضح هذا الامر بجلاء ان الله ينصر الدولة الظالمة ان كانت عادلة لا الامة ينصر الامة العادلة نعم ينصر الامة العادلة وان كانت ظالمة وان كانت كافرة نعم وحتى ان كانت كافرة السعودية والامارات ومعاهم قطر امدوا اردوغان بالحزم الاقتصادية اللي بيحتاج لها والمفروض انه يفضل اشكورهم ليل ونهار مش يروح يجتمع مع عداءهم طيب هو ليه عمل الاجتماع ده مع المجموعة دي بالذات من مشايخ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على ما يبدو انه في رسالة بيوجيها رئيس اردوغان للسعودية وللامارات واكيد لمصر كمان بس سيبكم من مصر دلوقتي هنرجع لها بعد الرسالة في رأيي بتقول اني مش هحرق كل الكروت اللعبة اللي بلعب بها وحفظة لدعم الاتحاد ده واللي بيكفركم وبيقلب الناس عليكم لاستعمال وقت الحاجة وبحسب وجهة نظري ان الاتحاد ده ما هو الا عبارة عن رمزية لمخطط الشرق الاوسط الجديد اللي الاتحاد ده جزء بسيط منه سبق وتكلمنا قبل كده عن طبيعة رئيس التوركي البراجماتية لحد التطاقف بس الناس بتاخد البراجماتية عند رئيس التوركي من جانب واحده بس يعني باعتباره لما لقى مصلحته عند السعودية ومصر والامارات فقام رجع وصالحه ده كلام صح بنسينسيتو الجانب التاني بقى وهو انه طالما انه براجماتي لحد التطرف بالبراجماتية يبقى بالعقل كده لازم نكون مدركين وفاهمين انه مش هيحرق كل كروتو ادوات الضغط اللي بيستعملها وبيستفيد منها من اجل المصلحة لان لزي الرئيس اردوران بيكون دايما متمسك جدا بمشاريعه وما بيتخلاش عنها ابدا بسهولة مشاريعه دي بازت على فكرة بعد ما كان على وشك انه هو يحققها على ايه تقيادات دول الرباعي كل اللي حصل قبل كده بالاضافة لللي بيحصل دلوقتي واكدتوا لحضراتكم انه استدارته نحية مصر والسعودية والامارات هي مش اكتر من منورة سياسية اللي هدف منها تغيير مصارات فشل فيها ومحققش فيها مبتغى مبتغى رئيس اردوران قولا واحدا هو سقوط مصر والسعودية علشان يحقق طموحاته العثمانية ده شيء معلن وانا مش بقول اسرار هنا ده بفكرنا بإلغاء رئيس السيسي لزيارته التركية اللي كانت مجدولة في 27 من الشهر اللي فات وكلمتكم ساعتها على ان مصر ليها طلبات اكيد بتتعلق بالدعم والاحتضان التركي لبعض الشخصيات والجماعات والمنظمات ومنها طبعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي بيضم تكفيريين ليهم تاريخ في تقليب الناس مش بس على القيادة المصرية وبس ولكن كمان على القيادة السعودية والاماراتية كمان والحد دلوقتي مستمرين بالرغم من المصالحة التركية ومن قبلها المصالحة القطرية مع الاطراف دي ده بيرجعنا النفس الكلام اللي قلناه عن اتفاقية العلا او ما عرف وقتها بالمصالحة القطرية لما قلنا ان دي اتفاقية شكلية لاستراتيجيات معينة ولكن الخلافات قائمة والدليل عليها استهداف الاعلام القطر الحد دلوقتي لدول رباعي ولو عايز مثال بسيط شوف كل المنصات القطرية ازاي بتربط ما بين الامارات وتمرد السودان ودلوقتي بتربط الامارات بانقلاب النايجر هتقول لي عادي ما هي دي مواد اخبارية وممكن جدا تكون المعلومات المتدولة صحيحة هقول لك ومال وعندك حق بس هل انت شفت مثلا الاعلام السعودي او الكويتي او المصري بيعمل الرابط ده الدول الصديقة والحليفة مش بتستخدم اعلامها لتهيج رأي العام ضد بعضها حتى في الملفات الخلافية من هنا بنقول انه زي ما قلنا ان المصالحة القطرية كانت شكلية حنقول برضو انه بعد لقاء رئيس اردوران بكل هؤلاء الاشخاص المعادين للرباع العربي والمنغمسين في مشروع الشرق الاوسط الجديد واضح كده ان المصالحة التركية ربما هي كمان تكون شكلية وشافكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة